السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بيكم في مقطع جديد سأتناول فيه بعض المعلومات عن إيتاشي أوتشيها لكن لكي لا أطيل بالمقدمة قبل البداية لا تنسى دعم المقطع بلايك واشترك بالقناة إن لم تكن مشتركاً فيها وترك لي تعليقاً إذن هيا بنا يا شباب هل تعلم أن اسم أيتاشي يدل على سوء الحظ في اليابان؟ سنتخرج إيتاشي من الأكاديمية منذ السنة الأولى حيث كان عمره سبع سنوات في سن الثامنة أيقظ إيتاشي الشارنغان بعد موت صديقه في العاشرة من عمره أصبحت شونين وبعدها بفترة دخل إلى الأنبو وفي الثلاثة عشر من عمره أصبح قائداً في الأنبو توفي إيتاشي عندما بلغ هوجاً وعشرين من عمره فكان إيتاشي مريضاً قبل موتهن وكان يعتمد على الأدوية لإطالة عمره لكي يقابل ساسكي كان الطعام المفضل عند إيتاشي هو الأونيجيري كرة الأرز وهذا مشترك بينه وبين ساسكي إيتاشي يحب الحلويات لا سيما الزلابيات وهذا على عكس ساسكي على الرغم من أنه كان سراً لكن إيتاشي كان من القلائل الذين كانوا يعرفون بحقيقة إن ناروتو هو ابن الهكاجي الرابع يعتبر إيتاشي من أقوى الشينوبي حيث استطاع هزيمة أوروتشيمارو، أوديدرا، بلغينغوتسو فقط واستطاع هزيمة ناغاتو وكابوتو بذكائه يختص إيتاشي في المعارك القصيرة ولكنه لا يتحمل المعارك الطويلة كان من المفترض أن يكون إيتاشي قائداً لفرقة تختص بالعمليات الخاصة اسمها فرقة أيتاشي لكن تم تغيير الفكرة فيما بعد في المانجا والرواية قام إيتاشي بالقضاء على صديقته إيزومي في عملية إبادة العشيرة أما في الأنمي فإن أوبيتو هو من وضع حداً لحياتها كان أحد أهداف إيتاشي هو أن يعتبر أهل القرية ساسكي بطلاً لكونه أوقف مجرماً خطيراً من الأكاتسكي من بين جميع أفراد الأكاتسكي إيتاشي هو الشخصية المفضلة للمؤلف كيشيموتو إيتاشي يتعامل باحترام شديد مع جميع من حوله حتى أفراد الأكاتسكي على العكس تماماً من أخيه ساسكي ترجمة نانسي قنقر